شهد سمو الشيخ نصر بن حمد الخليف ومثل جلالة الملك العمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز حفل افتتاح فعاليات ومعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أدي بيك الذي يقام برعاية كريمة من رئيس دولة المهارات العربية المتحدة تحت شعار تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ نصر بن حمد أهمية مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول باعتباره أحد أهم وأكبر المنتقيات العالمية المتخصصة بمشاركة واسعة من قادة القطاع وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم والتي تعمل على توحيد الرؤى لديهم فيما يتعلق باستثمار الفرص المستقبلية للمساهمة في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يشمل تحفيز الحلول المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الحيوي وأشار سموه لأن ما يبعث على الفخر بأن معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول يسلط الضوء على أهمية تمكين الشباب وجعله عنوانا رئيسيا من أجل رسم ملامح مستقبل الطاقة في العالم وطرحه للعديد من البرامج التي تؤكد على أهمية دور الشباب وابتكاراتهم ومشروعاتهم في مجالات الطاقة المختلفة من خلال تواجدهم في هذا المؤتمر وعرب سموه عن تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة والتي تشكل منصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول القضايا المهمة التي تواجه قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي مبينا السموه أهمية تواجد مجموعة بابكوينيرجيز في المعرض والمؤتمر خصوصا وأنها حريصة على استثمار الفرص المستقبلية نحو تحقيق انتقال منظم ومسؤول في قطاع الطاقة ترجمة نانسي قنقر